في بيت ريم ريم كانت خارجة من قضيتها ولبسة ومتشيكة فدي قالت ايه يا ريم انت لبسة بدري كده ليه حبيبتي ده لسه بدري قوي على معادل افتتاح لا يا ماما متقلقيش اكيد يعني مش هروح دلوقتي انا بس رايحة مشوار هشتري شوية حاجات كده وهاجي على طول حاجات هي يا بنتي اللي هتشتريها دلوقتي هشتري بصراحة شنطة جديدة لان اللي عندي مش حلوة خالص يا ماما واكيد يعني مش هروح ويكون اقل من الموجودين لا يا حبيبتي انت اغلى من اي حد يا بنتي خلاص انزلي وخلي بالك من نفسك ربنا يخليك لي يا امي ريم نزلت وكانت حاسة انها فعلا تعبانة ركبت تكسي وطلت على المستشفى وطبعا ما حبيتش تقلم وميتها وتقول لها انها نزلة تكشف او تتطمن على صحتها او انها حتى تعبانة ريم دخلت وسألت على اسم الدكتور اللي متابع حالتها وفعلا قابلته السلام عليكم ازايك يا دكتور اهلا اهلا قليسة ريم ازاي حضرتك اتفضلي ريم كانت بتنهج وقالت دكتور انا انا حاسة ان يتعبانة اوي هو في تحسن او مع العلاج بس ضعيف اوي عايز افهم ده معناق يا دكتور انا مش قادر اخد نفسي طول ما انت بحافظة على نفسك وبتهتمي بصحتك ما فيش اي مشاكل من اي نوع ان شاء الله انا بس عايز اقولك حاجة يا قليسة ريم ويا ريت تستوعبيها وتتقبليها برضا خير يا دكتور بص يا ريم انت كويسة جدا وما فيش عليك اي مشكلة بس المشكلة في حاجة واحدة بس ايه يا دكتور ومن فضلك اتكلم بكل صراحة ماشي يا ريم بصراحة ومن غير اي مقدمات انت زيك زي اي بنت من حقها تحب وتتجوز وتعيش حياتها طبعا بس للأسف صعب انها تخلف ايه صعب خلف طب ليه بص يا ريم انت عندك عضلة القلب ضعيفة وضعيفة جدا بالنسبة للطبيعي اقل مجهود ممكن يعرض حياتك للخطر وطبعا الحمل والولادة يعتبر مجهود جبار للست عشان كده يستحسن انك متخلي فيش وده طبعا حفاظا على صحتك مش اكتر ريم كانت زعلانة وشريت حياتها بيمر قدامها وفكرت في عمر لو فعلا قرب منها وطلبها للجواز هل هتقدر تحرمه من الخلفة مش كفاها عش عمره كله حرم نفسه من موت عدونيا هتيجي هي كمان وتحرمه من الخلفة فتلة وقفة وهي بتعيط الدكتور راح جنبها وقال ريم انا عايزك تهدي زعلج ده غلط عليك انا عارف ان الموقف صعب بس ده ناصيبك يا ريم ولازم ترضي به اكيد طبعا انا راضي يا دكتور بس صعبان علي حب اللي ضع وقلبي اللي هيتدمر اللي بيحبك اكيد عمره ما هيتخلى عنك ابدا ربنا يشفيك يا رب وانشاء الله تبي احسن هو مشيت ريم وهي بتجر رجلها بالعافية وبتمشي في الشارع بدموع هل هتوافق ولا لا ودخلت محل اشترت شنطة لمجرد ان والدتها ما تعرفش حاجة عن كشفها ده وركبت ومشيت راحت على البيت امير وعمر وصلوا مكان المعرض وكان ماجد وطارق هناك عمر قال السلام عليكم يا بشر الطارق قال له فنان الكبير من اوار الدنيا والله ايه يا ابني الابداع ده ماجد قال انا ابتديت اغير منه الصراح شكله هيكل مني الجو خالص عمر ضحك وقال اه النفسانة هتبتدى هو ودحكوا كلهم وبدأوا يزبطوا اللوح والمكان طارق قرب من عمر وامير وقال هيا يا شباب لوين على امتى عمر قال لو كلم ايه النهاردة هيبقى اكيد النهاردة يا طارق انا مش عايز ويحس باي حاجة خالص امير قال يستحسن يكون النهاردة يا عمر وده لانه هيبقى متطمن اننا كلنا ملبخين في المعرض وده وقت كويس بالنسباله طارق قال وانا رأي من رأي امير عموما الزابط سيف انا بلغته بكل حاجة ولا يعمل اي حاجة وان شاء الله خير عمر سرح وتخيل في باله صورة اشرف وهو مقبوض عليه ونفسه جدا ان ده يحصل دلوقتي مش بعدين فلاشباك عمر كان عايد سرحان ودخل عليه طارق في الورشة طارق قال السلام عليكم ازايك يا فنان يا كبير اهلا اهلا تفضل يا طارق منورني والله انا بصراحة عرفتي من ماجد بموضوع المعرض قلتاك يا بارك وهنيك مقدما يا باشا لاني واثق من نجاحك ربنا يخليك يا طارق ان شاء الله ربنا يقدرني وكون عند حسن ظنوكم فيه انت عمرك ما تخزل حد ابدا يا عمر ربنا يصلح حالك يا ربي يا حبيبي يا رب وتناهد وسكت وكان بان عليه الارهاق طارق قال ما لك يا عمر الشكل في حاجة قلقاك عمر بصيل وسكت طارق قال لا يا ده الموضوع شكله كبير ما لك يا ابني ما تقولي ولا انت مش ماعتبرن اخوك ولا ايه بالزبط لا طبعا اخويا وربنا يعلم والله انا بس عايز اسألك سؤال يا طارق اتفضل طبعا خير يا عمر هو حضرتك تعرف حد في الشرطة يعني بما ان علاقتك كتير اكيد هتعرف حد اه طبعا اعرف ده عز اصدقائي الزبط سيف ومتربي معا من وحنا في ابتدائي بس ليه في ايه عمر تنهد براحة وتجدد الامل جواه طارق استغرب وقال ايه يا ابني ما لك انت محتاج حاجة منه بصراحة كده انا فعلا محتاجه خلاص يا حبيبي تعال معايا دلوقتي اروح له وكلمه في اللي انت عايزه بعيد عني خالص وان شاء الله هيساعدك عمر ابتسم من احترام طارق ليه وقال ربنا يخليك ليه يا طارق طب هو فاضي امتى استنى هكلمه وعرف وفعلا كلمه وقال له ان فاضي دلوقتي ويقدروا يجب قابله وفعلا راح عمر مع طارق ودخلوا عنده المكتب سيف قام وسلم على طارق بحب كبير وسلم كمان على عمر عمر قال شكلكم اخوات فعلا لو اكتر كمان سيف قال ده انت جاي تحسد بقى عمر ضحك وقال له لا والله ابدا ربنا يخليكم لبعض طارق قال بصلي بقى يا سيف عمر ده اخويا زيك بالزبط وربنا يعلم ما عزيته عندي قد ايه عايزك تشوفه محتاج ايه واتنفذه كأني انا اللي بطلبه منك بالزبط انا هروح مش ورعة السريع واجه اخد عمر عمر قال لا يستنى يا طارق احضر معنا الكلام طارق بصلي وقال لا ما فيش مشكلة عمر انا همشي عشان تقدر تتكلم براحتك عمر قال له قعد بس يمكن احتاجك معنا انت كمان سيف قال اتفضل يا عمر محتاج مني ايه اقدر اقدمه لك عمر بدأ يتكلم وحكى كل حاجة عن موضوع ايه وطبعا سيف قدر موقفه جدا هو وطارق وقرروا انهم يساعدوه ويوقعوا اشرف في شر اعماله والطعم الوحيد لاشرف هو ايه وتقى وفعلا اتفعوا على انهم هيبعتوا ايه وتقى ليه وهيقتحموا في الوقت المناسب عشان تبعى القضية قضيتين اتجار وتعاطي وكمان التعدي على انسة وكان الموضوع كله متوقف على مكالمة اشرف لآية علشان تروح له ايه وتقى في بيت الصوي باليا خبط على الباب ونور فتحت نور قالت تعالي يا باليا خير في ايه انا اسف يا نصى نور بس عم رمضان والستة ام ابراهيم بيسأله ينفع يجو المعرض بتاع لست عمر ولا ايه انت بتقول لي يا باليا بقى عم رمضان وام ابراهيم بيسأله بزمتك ده كلام انا هلبس وانزل ثواني استناني حاضر يا ستة نور وفعلا نور دخلت لبسة اصدالها ونزلت مع باليا لعم رمضانه وكانت جنبه ام ابراهيم نور بزعل قالت لا بجدنا زعلانا منكم جدا بقى انتوا بتسألوا تيجوا معرض ابنكم ولا لا ده احنا اولادكم يا عم رمضان ومن غيركم ما نسواش ولا حاجة ولا تكمل فرحتنا ربنا يجبر بخطرك يا بنتي انا بس قلت ممكن تكونوا مش عازمين حد يعني فقلت نسأل احنا مش عازمين حد فعلا يا عم رمضان بس انتوا مش حد انتوا قهل انتوا عيلة انتوا كل حاجة لنا والله وعمر هيزعل جدا جدا لو حكيت له على الموقف ده ام ابراهيم حضنت نور وقالت ربنا يبارك فيكم يا حبيبتي وينجحوا ويوفقوا يا رب العالمين يا ربي اخالتي انا هطلع عالب سهوه وانتوا جهازوا عشان نمشي كلنا سواء من عناي يا حبيبتي بالتوفيق يا رب يا ربي يا عم رمضان صبحي كان معدي وقال ازاك يا نور يا بنتي انا تمام يا عم صبحي ايه او عتقول انك مش جاي انت كمان لا يا حبيبتي هطلع عالب سهوه ده اكرم بيستعجلني من الصبح ربنا يفرحنا كلنا يا رب يا ربي يا عم صبحي يلا بقى روحوا جهازوا عشان نمشي كلنا مع بعض وفعلا الكل طالع علشان يجهزوا وينزلوا على المعرض على طول في فيلا السوي في اشرف قال بس انا عمري ما ازيتك يا نغم انا حبيتك وكت عايز انك تبقى لي انا وبس دي مش ازيه ده حب لا ازيتني يا اشرف ازيتني وانت عارف كويس انت ازيتني ازاي بس اللي انا عايز اقوله لك ان كل اللي حصل ده كان بمزاجي انا مش بمزاجك انت وهو عتفكر انك دحكت علي لا انت ولا عشرة من عينة هادي ممكن يضحكوا علي يا اشرف اشرف اتصدم واتلخبت وقال انت بتقولي يا نغم هادي مين دي اللي انت بتتكلمي عنها نغم دحكت وكانت هادي دخلة من الباب بص وراك وانت تعرف مين هادي يا اشرف بيه هادي كانت دخلة عليهم وقالت ايه ده مالكم وقفين كده ليه انت خرجة ولا ايه نغوم اه خرجة يا هادي ولا تحب تشربين العصير قبل ما مشي ولا اقولك بلاش النهارده لان بجد مدي حلو ومش محتاجة اللي انت بتحطيه فيه النهارده هادي برقت عينيها واتصدمت وقالت اه 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 انت بتقولي ايه نغم في ايه ايه هادي ما سمعتنيش ولا كنت مفكراني عبيطة سبحان الله ربنا كشفك ليه من ثلاث مرة تقريبا استغربت كل ما كنت بابقى مصدع عليك ببيت العصير بتاعتك وكأنها سحر وجودك الكتير عندي بالرغم اننا مش صحاب اسلوبك اللي ما كانش مريحني والحب المبالغ فيه لي كل دي شكوك وتأكدت منها الحمد لله لكن قعدتك بمزاكي لحد ما عرفت مين اللي وراكي وبرضو الحمد لله ان ربنا كشفوا لي بسهولة هدي اتعصبت وقالت انت اكيد مش فوعيك عصير ايه وورايا انت بتقولي ايه بنتي احلى حاجة في كساباتك الانفعال يا هدي لا يا أشرف بصراحة عرفت تختار انت فعلا مش فوعيك يا نغم وانا مش فاهم انت بتتكلمي عن ايه وانا ما عنديش استعداد اني فهمك بصراحة كده انا مش عايز اتأخر ومش عايز اضايق نفسي لاني بصراحة فرحانة قوي وطبعا رايحة المعرض ده انت بتابع بقى للدرجة دي حرقك قوي كده بس بصراحة ليك حق عمر يحرق اي راجل في الدنيا لان ما فيش زيه ابدا اسيبكم انا بقى وبجد نورتوني قوي سلام اشرف بص الهدي وقال غبية انا قلتلك بلاش وانتي اكدتلك انك ما حطتيش غير مرة واحدة بس ازاي بقى وهي بتقول ثلاث مرات ليه ان شاء الله وانا تحت امرك خلي نغم تدمن يا هدي حاضر بلاش يا هدي ما تهنش علي حاضر طب وانا فين مش عاري فين انا كملت لاني كنت متغزى منك ومنها بعد كل اللي بتعملو فيك وليسا بتحبها وانا عملتلك كل حاجة قدر اعملها ومش شايفني اصلا ليه يا اشرف ليه اوفي بقى تاني بقولك ايه انا ماشي خنقتيني بكلامك في الموضوع ده فهمتك مليون مرة وما فيش فايدة انت حرة بقى نغم قربت منهم وقالت اوه سوري انا اسف اعطعت عتابكم بس انا سيت التليفون بتاعي هنا كملوا كملوا الفيلة في الليتكم اشرف بصيلها بغيس وسبها ومشي هدي بصت لنغم بكل الغل اللي جواها وبردو سبتها ومشيت اما نغم فبصت بانتصار وضحكت بشامات عليهم في المعرض بدأ افتتاح المعرض وطبعا كان فيه ناس كتير جدا من عشاء الرسم والنحت والكل كان مبهور بكل اللوحات الموجودة في المعرض اوه كان واقف وحسس انه طاير ان فيه ناس عايزة تشتري لوحاته وحاجات كتير كان نحيتها على الخشب ومن ضمنها اسماء كتير كانت منحوطة بطريقة خرافية وفعلا كان عليها اقبال كبير جدا تقى ونور وقاية وابتسام وعم رمضان ومبراهيم وحامد وصبحي وصلوا كلهم المعرض ودخلوا وكان المعرض زحمة جدا وده لان ماجد كان عامل حاملة دعاية كبيرة جدا لانه كان واثق من نجاح المعرض وصرف عليه كتير جدا في الدعاية نور قربت من عمر بفرحة وقالت مبروك يا حبيبي ألف مبروك يا عمر نجاحكم واضح قوي من اول دخلة للمعرض الله يبارك فيك يا حبيبتي ابي عمر ألف مبروك يا حبيبي انا بجدت فخورة بك قوي وانا فرحة قوي بوجودكم معاه ربنا يخليكم لي يا رب وسلم على الكل وكلهم باركوا واتمشوا في المعرض واتفرجوا على الشغل اللي فيه ريم وصلت وقالت مبروك يا عمر ربنا يجعل وش الساعد عليك قصدك علينا يا ريم علينا اه قصدك يا عمر عمر ابتسم ونده لنور وفادي اللي كانوا جنب ريم وقال بقولك يا نور ايه رأيك لو اتجوزت معاك في نفس اليوم نور بفرحة قالت بجد انت بتكلم بجد يا عمر امير كان سامع الحوار وقال انا سامع سيرة جواز انت نويت ولا يا كبير عمر ضحك وقال ايوا يا عمر والله انت عايز تفرح لوحدك فادي يا بفرحة قالت ايه يعني انت عايز عمر بصر ريم وقال اه يا خلطي انا عايز اتجوز ريم انا عرب بصر ريم وقال انا عرب بصر ريم وقال